اهلا بكم من جديد عقدة في العاصمة البلجيكية قمة جمعت قادة الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء التركي داود أغلو حول أزمة اللاجئين السوريين جاء في مسودة الاتفاق أن أنقرة ستساعد الاتحاد الأوروبي في التعابل مع تدفق اللاجئين مقابل الحصول على مساعدات مالية واستئناف المحادثات المتعثرة بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي كما أعلنت المستشارة الألمانية أنجلة ميركل أن اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا سيساعد في استيعاب اللاجئين في إطار قانوني نثب للتفاصل يسيطر ملف اللاجئين السوريين على مباحثات قمة بروكسل بين القادة الأوروبيين ورئيس الوزراء التركي داود أغلو حيث تحاول أوروبا التوصل إلى اتفاق مع أنقرة تقوم بمجيبه الأخيرة بالعمل على الحد من تدفق اللاجئين نحو أوروبا مقابل الحصول على مكاسب أبرزها تفعل مسار المفاوضات المتعلقة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المستشارة الألمانية أنجلة ميركل التي دعت لعقد القمة تحت ضغط تخفيف عبء اللاجئين عن بلادها قالت إن خطة العمل التركية الأوروبية ستدور حول استبدال الهجرة غير الشرعية بالهجرة الشرعية وكيفية تحسين أوضاع اللاجئين في تركيا حيث تتمسك ميركل بمبدأ إعادة توطين اللاجئين في حين تعارض ذلك العديد من الدول الأوروبية ولذلك يأمل القادة الأوروبيون من قمة بروكسل التوصل إلى صيغة تقنع أنقرة لضبط حدودها مصادر مطلعة ذكرت أن المسودة الأولية لقمة بروكسل تنص على دعم تركيا بثلاثة مليارات يورو لمساعدتها على إيواء اللاجئين السوريين إذ أنفقت تركيا بحسب تصريحات مسؤوليها سبعة مليارات يورو لمساعدتهم طيلة السنوات الفائتة وكالة الأناظول التركية ذكرت بدورها أن الاتحاد الأوروبي اقترح على تركيا إعفاء مواطنها من التأشيرات اعتبرا من بداية العام الجديد في حال تطبيق أنقرة لبنود معاهدة تنص على إعادة اللاجئين إلى بلدانهم وفي حال تعذر ذلك إعادتهم إلى آخر بلد عبروه قبل دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي أما الاتفاق المبدئي بين أنقرة وبروكسل فيقضي بتمويل الاتحاد الأوروبي لإنشاء ستة مخيمات في تركيا تستوعب مليوني لاجئ وفي مقابل ذلك تغلق أنقرة طريق اللاجئين المارين عبر اليونان وبلغاريا كما تكثف العمليات الأمنية في بحر إيجا بين تركيا واليونان مناقش هذا الملف مع الأستاذ علاء الدين بونجال كاد محل السياسي ضيفي من باريس أهلا بك سيد علاء الدين وأيضا سيد جواد كوكا مستشار ومركز الدراسات السراتيجية ضيفي من إسطنبول أهلا بك سيد جواد أبدأ معك سيد جواد يعني الآن الحديث عن ثلاثة مليار يورو مساعدات لتركيا لاحتواء أزمة اللاجئين تركيا المستفيدة الآن من هذا الاجتماع حسب رأيك نعم الحكومة التركية راضية عن هذا الأداء الأوروبي لأنه مشاكل تتحمل الحكومة التركية وكانت تشكو كثيرا من الأحيان عن عدم تحمل سائر الدول خاصة دول أوروبية هؤلاء اللاجئين طبعا الحكومة التركية تهتم بأمورهم أقل شيء أنه لا يزاحمهم في إسكانهم في الأراضي التركية والمدن التركية حسب إمكانياتهم لكن هذه المساعدة ستكون نفسا بالنسبة إلى الحكومة التركية ومشاكلها المادية خاصة تعرف أن هناك أزمة عالمية اقتصادية موجودة والحكومة التركية راضية عن التفاوض مع الدول الغربية بشكل عام طيب سيد علاء الدين الآن السؤال الأهم طيب إذا كان السبب لهذا اللجوء ما زال قائما وهو وجود بشار الأسد طيب هل تركيا قادرة فعلا على الحد من ذهاب اللاجئين إلى أوروبا؟ نعم كما هو واضح الاتحاد الأوروبي بات في مأزق من قضية اللاجئين وحتى ولو أنه في البداية لم يكن يعترف بهذا الدور التركي الآن أصبح وتحتم عليه الاعتراف بهذا الدور التركي ودور تركيا في على الأقل تقليل من قضية اللاجئين ما تم توصل إليه من اتفاق ربما سيضع تركيا كحامية ظهر أوروبا وهذا انتصار سياسي كبير عدا ربما تركيا لا أعتقد أنها تنظر إلى ثلاث مليارات يورو بأكثر ما تنظر إلى الانتصار السياسي أوروبا تعول على تركيا لحماية ظهرانيها من اللاجئين خاصة أن هناك قضية الأمن قضية الإرهاب التي تؤرق أوروبا مع اعتداءات باريس وربما هناك يقال أن وجد جواز سفر سوري وإذا ما تحقق هذا هذا ما يقف أوروبا وتريد أن تتعاون مع تركيا هذا نعم إذا حسدنا ذلك انتصار سياسي سيد جواز هل ما يتحدث عنه سيد أوغلو أو ما قال عنه بأنه سيكون هناك اجتماع مرتين في العام لإحياء الدخول للاتحاد الأوروبي برأيك هل أيضا الآن تركيا تستخدم الحماية مقابل الدخول على الاتحاد الأوروبي أيضا هناك إحفاء الأتراك من التأشيرات إلى أوروبا يعني الآن بإمكانك ترثب إلى أوروبا من غير تأشيرة سيد جواز نعم يعني تعرفون أنه اللاجئون السوريون كانوا يذهبون يعني دون كنترول ودون سيطرة والكل كان يذهب أنا سفرت مرتين إلى ألمانيا وتكلمت مع المقامات الألمانية قالوا نحن نريد أن نختار السوريين عندهم صفات الشغل الخاصة مثل أطباء والمهندسين والذين لهم ممكن أن يكون دور في المجتمع الألماني والأوروبي تركيا كأنه بعد تحرك الاتحاد الأوروبي ممكن أن نقول تركيا يعني تحرك اللاجئين في الأشهر الأخيرة نحو بلاد الأوروبا كان لصالح تركيا تركيا كانت هناك اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي إرجاع جميع اللاجئين إلى تركيا إذا افتهموا أنه خرجوا من تركيا هذه الاتفاقية كانت موجودة وثلاثة سنوات مدتها وكما تفضلتم أنه في العام الماضي سيبدأ ينتهي المدة والتركيا عملت بهذه الوظيفة أظن أنه الأوروبيون سيرجعون من اللاجئين الذين لا يوجد عندهم صفات نافعة للمجتمع الأوروبي وتركيا تقبل هذا في مقابله تركيا أقل شيء المواطنون الأتراك يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشير تركيا والحكومة التركية استغلت الفرصة فرصة اللاجئين إلى ورقة ضغط إلى أوروبا في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي الحكومة التركية كانت ناجحة بصراحة في هذه الورقة اللاجئين السوريين صاروا كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي هل استفادت تركيا أو ستستفيد أيضا خصوصا بعد التسعيد الروسي التركي حول إسقاط تركيا طائرة روسية هل ستستفيد من هذا الموقف أم لا يعني طبعا هناك انتقادات على الحكومة التركية يعني كأنه تراجعوا عن مواضعهم السابقة طبعا بالنسبة إلى الشعب السوري بصراحة يعني قضية سورية ومصلحة الشعب السوري في الدرجة الثانية بالنسبة إلى حكومة تركيا في الدرجة الأولى مصلحة بلادهم هم عندهم مصالح كثيرة مع روسيا اقتصاديا وسياسيا لكنهم يعني الحكومة التركية ثبتت في مواقفها السابقة لكنه أنا أظن أنه الضغط السوري الضغط الروسي سيزداد يوما بعد يوم لأنهم لا يتركوننا دون انتقام من الحكومة التركية لكنه العقلانية والديبلوماسية سنرى غدا سنشهد غدا أنه اجتماع سيكون اجتماع هناك في باريس لننتظر الساعات القادمة لكنه أظن أنه مصالح البلدين أكثر من هذه التوترات العسكرية في المنطقة الحدودية طيب سيد علاء الدين هل فعلا الحد من اللاجئين هو السبب الرئيس حول هذا الاجتماع الذي يعقد في بروكسل أم أنه التفجيرات الأخيرة هي السبب في ذلك الاتحاد الأوروبي من حقه أيضا أن يخاف على أمن الداخلي وبالتالي يريد حفظ ماء وجوههم خصوصا أن الكثير من الأوروبيين يذهبون إلى سوريا بعد ذلك يقومون بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي والقيام بالعمليات الإرهابية نعم ربما عندما نتحدث عن أوروبا نتحدث عن بلدين أو ثلاثة هما المؤثرين في الإشارة إلى ألمانيا وفرنسا ألمانيا هي التي دفعت لعقد هذه القمة الاستثنائية في بروكسل وهي المنتقدة سيدة ميرك المنتقدة داخليا لأنه يقال أنها تسامحت كثيرا مع قضية اللاجئين وبالتالي هذا السائل الكبير لا يمكن أن تتحمله ألمانيا لهذا دفعت إلى عقد هذه القمة ولكن قبل أن تدفع إلى هذه القمة ذهبت إلى باريس جاءت هنا إلى باريس عفوا والتقت مع الرئيس الفرنسي ولأول مرة ألمانيا ساعدت عسكريا في مواجهة تنظيم داعش وربما الموقف الفرنسي رغم تخوفه من الهجمات الإرهابية ورغم الانتقادات الفرنسية الداخلية بأنه ربما من قاموا بالاعتداءات جاءوا من خارج الحدود وجاءوا عبر تركيا أو جاءوا من سوريا إلى أن الرئيس الفرنسي تسهل وتغذى الطرف وتحدث وأعطى هذا الاختباع أنه يؤيد ألمانيا وأن أوروبا تأخذ التزاماتها ولكن هناك الهاجس الأمني وهذا سيأخذه الأوروبيون بعين الاعتبار علما أن الصفق اليوم مع تركيا لم تكن هكذا عبثا الآن الكرة هي في ملعب الأتراك غدا إذا ما تسرب أي لاجئ أو حدث أي شيء سيكون الحديث بين أوروبا مع أنقرة أنقرة هي الآن المسؤولية باتت في يدها لكن هناك تخوف من عودة الشاب الأوروبي للقيام بعمليات إرهابية في الاتحاد الأوروبي يعني الموضوع ليس فقط موضوع لاجئين نعم هناك تخوف ليس موضوع لاجئين فقط أكيد أن هناك هذه الفرضية تم الحديث عنها قبل عندما كان التدفق اللاجئين وقيل أن هناك عناصر تنظيم داعش قد تسللوا إلى الأراضي الأوروبية والآن الهاجس الأمني مع اعتداءات باريس غير كل المعطيات وبالتالي الدول الأوروبية تأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار وربما بأهمية أكبر من قضية اللاجئين شكرا لك أستاذ علاء الدين بونجال كاتم حل السياسي ضيفي من باريس شكرا لك أستاذ جواد كونك المستشار مركز دراسات الاستراتيجية ضيفي من إسطنبول ألقاكم غدا أيها الأفاضل إلى حين بأمان الله اشتركوا في القناة